بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومرحبا بكم في اليوم الثامن وهو يوم 40 دقيقة نحررك فيها الجسم كامل بدون أي أدوات إضافية كالعادة رح نبدأ 5 دقائق تحمية بعدها ندخل التمرين بعدها التمدد و50 ثانية لكل تمرين 10 ثواني راحة باستثناء طبعا التحمية لذا بسم الله نبدأ أول حركة في التحمية هي حركة دوران الركبة للخارج حاوضي على الشهيق والزفير وابدأ ثانية حركة في التحمية هي حركة تمدد للأدرع لاحظي الراحة اليد أو أصابع اليد للأسفل وابدأ يخذي شهيق زفير وما زالت تحرك جزءها السفلي ببساطة الآن اتجاه الآخر أو اليد الأخرى الحركة التالية أو التحمية التالية هي تحمية الجلوس ثم امتداد اليد في أحد الجانبين لاحظة أن اليومنا راح تروح في اتجاه الأيسر والسوي تمدد للجانب كامل الآن حركة التحمية التالية هي حركة امتداد القدم ووقوفها على نهاية راحة القدم لاحظة أن الأصابع مرفوع الأعلى وابدأ يحاول تمسكينها بأصابع دانك مرة يميل ومرة شمال التحمية التالية تحمي الدوران الأكتاف واليدين أو الأدرع تكون مثنية اختار جانب أولي سواء للأمام أو للخلف الآن عكس الاتجاه التحمية التالية تحمية الجلوس ثم رفع الركبة للأعلى وملامسة راحة اليد لها باتجاه معاكس التحمية التالية تحمية الجريء المتوسط ما هو خفيف وله قوي متوسط التحمية التالية تحمية البلانك هولد أو بمعنى آخر الجسم يكون في خط مستقيم موازي للأرض وإثبتي إذا تعبت إيدانك أو أكتافك انزلي على الأكوع وإذا تعب البطن انزلي على الركب تحمية التالية تحمية الدفع الصدر مع رفع الجزء العلوي مع رفع الجزء العلوي تماماً مثل الكوبرا بهدوه خذي شهيخ زفير وكالعادة ما تقدرين على الركب تحمية الجزء العلوي تحمية التالية تحمية حركة قمة الجبل مع التناوب في انتناءة الركب ارفع مؤخرتك للأعلى وسوي استردش وتمدد لجميع الجسم بعدها اتنى الركبة يمين خذي شهيق اتنى الركبة شمال خذي شهيق بهدو شهيق زفير شهيق زفير بالتناوب برافع عليكم اديكم عشر ثواني راحة بعدها رح ندخل في تمرين اليوم والتمرين رح يكون حركات دون اعادة لذا نبدأ مع اول حركة اول حركة هي المشي على اليدين الى ان يستقيم جسمك تماما ثم انتناءة القدم الاولى والركبة الاولى الداخل والثانية بعدها ارجع بنفس الطريقة التي اتيت بها راحة يدينك لما يستقيم جسمك تماما لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة التالية في وضعية البلاند دفع الصدر للأسفل مع فتح اليد من احدى الجانبي ثم دفع الصدر الأسفل والفتح اليد من الجانب الآخر مرة يمين ومرة شمال حاوضي على الشيق والزفير وما تقدرين على الركب لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية هي حركة رجوع القدم للخلف ثم النط للأمام بارتفاع الركبة للضغط على البطن لاحظي أن القدم المثبتة على الأرض ارتفعت قليلا على الأرض لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والآن القدم الأخرى ورجاء أثناء عودة القدم للخلف نزل الركبة التحت ترجمة نانسي قنقر لديكم عشر ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة عشر ثواني راحة والحركة التالية حركة ملامسة أو انفتاح الأذرع من الجانبين لاحظ أنها تتلامس من أمام الصدر ثم تنفتح من الجانبين تماما في هذا الوقت أيضا الأرجل تنفتح محا نفس الوقت راح أفتح الأطراف الأربع بعدين أغلقها اشتركوا في القناة لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية حركة الجري في نفس المكان أو ارتفاع الركب قليلا للأمام لاحظ أن هنا المستوى متوسط الركب ما ارتفعت إلى أن وصلت إلى مستوى البطن بهدوء ويدينها راح تكون خلف الأداني طبعا هذه الحركة لأن اليد تكون خلف الأدن صعب شوي علي الحركة المستوى يكون أصعب وجربيها ورح تشوفين هنا أكتافك راح تتعب ورح تنزلينها إذا تعبت الأكتاف عادي نزل الإيدان خليها ترتاح لديكم خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية حركة دفع الصدر للأسفل مع ملامسة الركبة لراحة اليد في منتصف البطن تقدرين تسوينها على الركب أثناء دفعك للصدرك الأسفل بعدها قومي حاولي تلامسين ركبتك راحة يدك اشتركوا في القناة لديكم خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية ثمن عدات للركب بالركبة للأعلى بعدها نط نط قوية بالركبتين ثمن عدات حسبها يمين واحد شمال اثنين بعدو خذي شيق زفير خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية حركة سحب اليد باتجاه الظهر في وضعية البلانك أو وضعية الجسم يكون في خط مستقيم مع الأرض لاحظة اثناء السحب يدك باتجاه ظهرك حسي بالظهر إن الكوع يضرب الظهر لديكم خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية النزول والصعود باليدين مر يمين ومر شمال ولاحظة اني راحة أنزل باليمنى وأطلع باليمنى أنزل باليسرى وأطلع باليسرى شكرا لديكم خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة وحركة الجلوس بمعنى آخر هنا سميها الجلوس السريع لأن ما معك أوزان فحاول تكونين منخفضة قدر الإمكان سريعة قدر الإمكان لكن أهم شيء إن التكنيك يكون صحيح المؤخرة من الخلف إلى الأسفل راح تنزل اشتركوا في القناة لديكم خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة التالية حركة الجلوس على الركبة ثم النط في وضعية السكوات راح أجلس بالركبة اليمنى إذن أصعد بالقدم اليمنى بعدها وانت وفضعية الجلوس نطي يعني لا تحاولين أول ما تصعدين على القدم تكونين تواك فبعدين تجدسين بعدين تنطين هذا أيضا صحيحة ولكن الحركة ليست كذلك الحركة أول ما تقومين راح يكون الضغط على الفخد قوي إذا كنت فضعية الجلوس ما وقفتي خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة الجميلة التالية هي حركة المشي للأمام بخطوات وللخلف في وضعية الجلوس ولاحظة أنها أثناء المشي أو أنها تتقدم خطوة للأمام تنزل بقوة بالمؤخرة بطول الفرشة أو عديلك أربع خطوات للأمام أربع خطوات للخلف خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والآن راح نبدأ في تمرين للبطن الجلوس على المؤخرة مع ارتفاع أحد القدمين للأمام باتجاه الصدر ولاحظة أن أصابع اليد تلامس الكاحل ما تقدرين تجلسين ووصلي الأقصى نقطة تقدرين توصلي لها بارتفاع جزءك العلوي عن الأرض وضمي الركبة باتجاه البطن وبهدوخ وذي شهيق زفير لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة التالية حركة الثبات والأرجل تكون في خط ماء قليلا للأسفل وهي مستقيمة إذا تعبتي حاولي تحافظين على جزءك السفلي اللي هي الأرجل المستقيمة وريحي جزءك العلوي بعدين أرفعي الأكتاف والرقبة بهدوخ وذي شهيق زفير أيضا إذا تعبتي تقدرين تحطين إيدانك خلف المؤخرة أو من جوانب المؤخرة الحفاظ على أكثر قوة ووقت ممكن لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة والحركة التالية وضعية الجلوس مع اليدين تكون خلف الرقبة أو خلف الأذن كالعادة إنزلي لأقصى قدر تقدرين وبأسرع سرعة ممكنة اشتركوا في القناة لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة التالية حركة تقدم إحدى القدمين للأمام ثم الخلف ولاحظي إن وحدة منهم تكون ثابتة بهدوخ وذي شهيق زفير رجاء الظهر مستقيم الأكتاف للخلف الصدر مرفوع الظهر مستقيم خمس ثواني متبقي لديكم على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة التالية نفس الحركة السابقة ولكن القدم الأخرى الآن راح نبدأ ترجمة نانسي ق стоит ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تركت انضمام الفخدين وانفتاحهما من الجالب لاحظي ان مؤخرتها نازلة قليلا جسمها مستقيم تماما لا فيه نزول في الجزء العلوي قليلا بهدوخ لشيق زفير واو وهنا نزلت تحت بقوة وزادت الحركة الصعوبة لديكم تقريبا 10 ثواني متبقية على نهاية الحركة تقدرين براف عليكم 10 ثواني راحة والحركة التالية هي حركة الجلوس مع اللكم جانبا لاحظي انها تشفط بطنها وتركب بيدها ايميل باتجاه ايسر او يسار باتجاه ايميل يعني اتجاه معاكس ترجمة نانسي قنقر تبقي على نهاية الحركة 10 ثواني راحة والحركة التالية حركة مدموجة او مركبة نزول الجسم وصعوده على اليدين بعدها ملامسة اصابع اليد للاكتاف باتجاه معاكس ترجمة نانسي قنقر 5 ثواني متبقي على نهاية الحركة 10 ثواني راحة الحركة التالية حركة الجري على الارض يعني راحة اليد راح تكون على الارض اصابع القدم راح تكون على الارض ويبدأ يجري بانثناء الركب للداخل ترجمة نانسي قنقر 5 ثواني متبقي على نهاية الحركة 10 ثواني راحة والحركة التالية الجميلة بالاستناد على الاكواع والساعد ابدأ يرفعي احدى القدمين باستقامة للاعلى ثم نزولها لاحظ انها مستقيمة ولاحظ اني ما قلتلك الكمي بمعنى انك ترفعينها الاعلى بقوة لا قلتلك ارفعيها بتركيز بمعنى بهدوء اثناء ضغطك على المؤخرة بعدين نزليها اذا رفعت هيها خذي شهيق اذا نزلتها خذي سفير وكالعادة اذا ما تقدرين جسمك يكون في خط مستقيم مؤخرتك في خط مستقيم نزلي القدم الثابت على الارض على الركبة 5 ثواني متبقي على نهاية الحركة والحركة التالية حركة الجري جانبا بطول الفرشة لاحظ انها تجري يعني في هنا تركيز على رفع لبضات القلب تقدرين زدين الشدة بزيادة السرعة وكالعادة ترجمة نانسي قنقر ثواني متبقي على نهاية الحركة 10 ثواني راحة والآن الحركة السابقة اللي هي رفع القدم للأعلى باستقامة ولكن هنا القدم الأخرى اذا اشتغلت المرة الأولى على اليومنا رح تشتغلين هنا على اليسراء والعكس صحيح لاحظ اني قلتلك رفع وليس لكم رجاء لا أحد يلكم رفعيها بهدوء بتركيز اذا رفعتيها حاولي تركزين على المؤخرة تتكور ترجمة نانسي قنقر لديكم 5 ثواني متبقي على نهاية الحركة 10 ثواني راحة واو حركة جميلة نط الحبل تقدرين تستخدمين الحبل لزيادة شدة التمرين ر getting صفرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لديكم خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة والحركة القوية التالية حركة الانبطاح على احدى القدمين ثم الصعود والنط لاحظي ان القدم الاخرى نهائيا لا تلامس الارض طول التمر فبتركيز وبهدوء اشتركوا في القناة خمس ثواني متبقية على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الان القدم الاخرى انبطاح تام على القدم الاخرى ثم النط على القدم الاخرى لاحظي اني راح انبطع مثلا على اليسرى بعدين اوقف على اليسرى وانط على اليسرى بمعنى اخر ان اليومنا لا تلمس الارض طول التمرين قدر الامكان لديكم عشر ثواني متبقي براف عليكم وقت الروحة والحركة التالية الجميلة حركة الاهتزاز على اصابع القدم احتزاز حاولي تحسيني بجسمك كله كله يهتز كنك على جهاز الهزاز بالضبط بهدوء اشتركوا في القناة خمس ثواني متبقي على نهاية الحركة عشر ثواني راحة الحركة الاخيرة وهي حركة الجلوس الضيق المؤخرة تكون قليلا من الاعلى لكن هي في وضعية الجلوس الضيق الارجل تكون مغلقة تماما اصابع اليد راح تلمس اصابع القدم بعدها افتحي ارجوك من الجانبين بعدها ارجع لوضعية الجلوس ونطي بالركب للأعلى يعني جلوس فتح الفخدين جلوس ونط الفخدين للأعلى عشر ثواني متبقي على نهاية التمرين اليوم أبرافو عليكم خذيلك راحة وعشر بموية وبعدها تعالي ارجعي للتمد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة